القضاء يصدر حكمه على انتصار في قضية سبي سيسه الجاراج قضت محكمة جنح قصر النيلي ببراءة الفنانة المصرية انتصار في القضية التي اتهمت خلالها بتقديم بلاغ كاذب ضد سيسه الجاراج في منطقة جاردن سيتي بالعاصمة المصرية القاهرة القضاء يصدر حكمه على انتصار قضت المحكمة ببراءة الفنانة المصرية نهائيا في الدعوة التي اقامها ضدها سيسه الجاراج والذي اقام دعوة جنحة مباشرة ضد انتصار وطالبها بتعويض مؤقت قدره عشرون الف جنيه بعد بلاغها الكاذب ضده الذي اتهمته خلاله بسبها وقذفها اوضحت اوراق دعوة السايس ان انتصار تحرر العديد من المحاضر الكيدية ضد كثير من الاشخاص في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها يذكر ان انتصار كانت قد قدمت بلاغا لقسم شرطة قصر النيلي افادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد السايس اثناء ركنها سيارتها في منطقة جاردن سيتي خلال البلاغ ادعت انتصار ان السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة لكن التحريات توصلت الى عدم صحة رواية انتصار وبناء على هذا قام محام السايس برفع دعوة ضدها بتهمة البلاغ الكاذب يذكر ان انتصار كانت قد شاركت في مراثن دراما رمضان الماضي بدورها في مسلسل اشغال شقة الذي كان مكونا من 15 حلقة ولاق نجاحا كبيرا شارك انتصار في بطولة المسلسل كل من هشام ماجد شيرين اسماء جلال سلوى محمد علي مصطفى غريب وجاء المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب واخراج خالد دياب كما شاركت في مسلسل اعلى نسبة مشاهدة والذي كان مكونا من 15 حلقة ايضا وقد تم عرضه خلال النصف الاول من شهر رمضان الماضي شارك انتصار في بطولة المسلسل كل من سلمة ابو ضيف ليلى احمد زاهر فرح يوسف قلة هشام محمد محمود احمد فهيم اسلام ابراهيم جاء المسلسل من تأليف سمر طاهر واخراج ياسمين احمد كامل